السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم كل الصحة والسعادة اللهم آمين مصكنا النهاردة مصك للإنوسة للخطوط الرفيعة للتجعيد من أول مرة للجفن المتراهل للجلد المتراهل قبل ما ندخل على سن الأربعين لازم نهتم كويس جداً كمان للبشرة اللي بتعرق كتير كمان للتصبغات حاجات كتير جداً مكونات بسيطة أو سهلة وحلوة جداً جداً وفيها حاجات بتنفخ يعني مش هقول بقى فيلر ومش هقول كده ولكن النتيجة هايلة فيتامينات عالية جداً جداً وتعالوا نشوف المصك البسيط اللي موجودة عندنا في كل بيت المكونات يلا بينا نشوف المكونات معين أول مكون معنا هو القهوة القهوة العادية بتاعتنا تمام؟ اتكلمنا عليها كتير جداً وعلى فوائدها علشان ما نطولش الفيديو عشانتوا بتتدايقوا من فيديوهات الطويلة ومعنا هنا كشور الرمان المطحونة دايماً في موسم الرمان كده تحوشيلك شوية وتطحنيهم لأنها صيدلية كاملة سواء للمعدة سواء للتخسيس سواء للبشرة للشعر صيدلية كاملة حلو جداً كمان للبشرة اللي بتاعرق كتير معنا هنا الحلبة طبعاً علشان ننفخ بقى ونشد التراهولات والخطوط الرفيعة والحاجات اللي هي كده وطبعاً الحلبة برضو صيدلية كاملة خايفين من الريحة قولنا قبل كده فوصفة قبلها ممكن نحط شوية بلحية واحدة علشان الريحة ومعنا هنا كمان اللفندر المطحون موجود أوكي مش موجود عادي ممكن نستغنى عنه معنا مية ورد أو مية مفلطرة أو مية معدنية أي حاجة من الحاجات دي طيب هنحتاج قد إيه وهنعمل إيه بس أنا عايز أقول لكم على كشور الرمان حلو جداً للتخسيس حلو جداً للبشرة اللي فيها زيادة تعرق حلو جداً كمان للعرق الزيادة في منطقة تحت الإبت وتعالوا نشوف إحنا هنعمل إيه في المكونات بتاعتنا وهناخد قد إيه للمسك بتاعنا هناخد معلقة كبيرة من القهوة أو أنا هنا هاخد معلقة صغيرة أنا مش هعمل كمية كبيرة عشان تتخزن عندي هناخد معلقة صغيرة من كل حاجة إنما أنتي لو عايزة مكونات تقعد معيك شوية ممكن تخدم معلقة كبيرة من كل حاجة خلاص فأنا أخد من كل المكونات الجافة بسيطة جداً الوصفة دي وما فيهاش أي حاجة ولكن نتعيجة عيلة خدنا اللفاندر المطحون زي ما تعودنا بنقلب المواد الجافة الأول كلها مع بعضها تتجانس قبل ما نعجنهم بأي حاجة سيلة تمام قلبناهم كويس جداً وتجانسوا مع بعض نعجنهم بقبل مية اللي قولنا المفلطرة أو المعدنية أو مية الورد اللي موجودة عندكم ما عنديش حاجة من كل ده ممكن نغلي المية مثلاً من عشر دقايق لربع ساعة وتبقى معانا مية جاهزة للاستعمال خلاص فيش اقتصادي أكتر من كده هنقلبهم كويس لحد ما يبقى ما يبقاش عجينة تخينة علشان نفردها على البشرة تبقى سيلة لأن كل ما بتحطي عليها مية وتعود بتتخن أكتر بتتنفخ فبتتخن أكتر فبتزودي عليها مية ولو انتي حطتيها في التلاجة لو انتي حطتيها في التلاجة ولقتيها تخنت ممكن تزوديها برضو شوية مية وردة أو تخفيفيها بالمية خلاص فأنا كده ضفت كمان شوية مية ممكن تضيفي ربع كباية مية وبعد كده تشوفي القوام أنا القوام ده بالنسبة لي مناسب ممكن كمان شايفين القوام بالشكل ده كده مناسب ممكن لو قعد شوية تلاقيه تخن معاكي فانتي تزودي برضو مفيش أي مشكلة طيب المسك ده بيقعد قد إيه في التلاجة بيقعد إسبوعين في التلاجة هنستخدمه على بشرة نضيفة برتين في الإسبوع لو عندك تصبغات لو عندك خطوط لو عندك بشرتك متراهلة ما قبل سن الأربعين زي ما قلنا قبل ما نروح للتجعيد إحنا نحارب التجعيد ونهتم ببشرتنا بشرة وردية بدون عيوب فعلا فعلا مصك الأنوسة حلو جدا وطبعا كشور الرومان بتشيل أي تصبغات على البشرة ولو أنت بتعاني من التعرق يعني بصوا المكونات كلها على بعض أحسن من بعض وأفيد من بعض تمنى لو الفيديو عجبكو تعملوا لايك وشير وكومنت جميل يهمني طبعا رأيكم في الوصفة وجربتيها حلوة أين كانت حلوة أو ما نفعتش معاك ورد جدا ما تنفعش مع ناس وتفيد ناس أحب أسمع رأيكم وشاركوا أصدقائكم وشاركوا علشان تفضلوا كلكم كده حلوين مع بعض وأتمنى الوصفة تكون عجبتكم وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر